الناس تشوف شاب صغير حق كل هذا انتو لما تعرفوا النجاحات والحاجات اللي عمال يا جماعة هتستغربوا هتستغربوا بس مش هتستغربوا بعد ما سمعتوا منه الكلام ده لان الكلام ده بيمهد هو ليه نجح بعد كده فضل الله بس ده ده كده بداية يعني علاقتي بالنادي وبقيت خلاص واحد جمهور بشجع زي زي اي حد اللعيب الفلاني بيلعب كويس بحبه بيلعب وحش بدأ منه آآ اللعيب كويس بشوفه بفرقة تانية ببقى هتجنن عايزه يجي يلعب في النادي اللي انا بحبه لو شخصيته شبه شخصيته ده اه يعني يعني انا انا بعد كده جمهور بقى طبيعي خلاص من هنا من هنا انا جمهور طبيعي شخصيتك شبه النادي اللي بتحبه جدا الكلمة بتلخص يا جماعة والله بتلخص تأثير انك تكون في مكان يأثر على ثقافتك يأثر على خلقك من كتر وده اللي احنا بنقوله يا جماعة ما تستسهلو يعني بلاش تستسهل الكلام اللي رخصنا كلنا التحفيل والتنظير والكلام الفارغ لا هي الفكرة بس انه كمان الناس تصدق يا بشوفه انه والله العظيم يا جماعة دي مش كلام ومش عارض هي الفكرة انه انه انت لما بتبعايش الحاجة بتبقى معارف من جواك ان هي ايه ان هي حقيقة اه طبعا ممكن واحد برا هو ما عندوش القناعات دي فيبقى سمعنا دلوقتي بنقول ايه كلام احنا قادروا بيقولوا كلام لا هو مش بيقولوا كلام هو والله ده حقيقة فعلا انا لما بقيت بشتغل اول ما عملت الشركة بقى وانا بدأ خش بقى لان الناس ممكن تقول ايه هو انتو عمليت تقولونا النجاح النجاح واحنا مش عارفين ايه هو نجاح في ايه يعني احنا ليه حنعتبره نموذج نتأسى به او نتعلم من القعدة دي حاجة ليه اه لا هو هو طبعا النقطة الاول المهمة جدا جدا الناس لازم تفهمها انا يعني وقلت الكلام ده قبل كده انا عمري محدد عمني ماليا بمبالغ اعمل شركة لانه بسمع بقى كومنت ايه حد يقولك ابن بقى انت ابن حد ده انت اكيد ابوه اداله فلوس اقسم بالله ما حصل اقسم بالله اهلي الحمد لله يعني انت قاعد قدامي بتقولي قريب حيب عندي طيارة ما كانش حد يمديك فلوس لا والله لا انا انا كنت ساعتها بدأت الحمد لله كنت بدأت يعني الفة نظر ناس مهمة وشطرة ويطلبوني في حاجات شغل بقول افكار